من علامة المنافق انه يكره سيرة الدر الاخيرة. يقول ايه حول ولا قوة الا بالله. عمنا مرتلاكش عذاب انا بقول لك في حساب. احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد. احبت في اللهم من كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. عالم الغيب عالم لا نستطيع ان ندرك كنها هم الا بما اخبر الله عز وجل في كتابه واخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. اما غير ذلك فلا يجوز ان يتخيل انسان او يقيس او يقول كذا وكذا. فكل هذا رجما بالغيب. لا يجوز في حقائق ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى الذي اوجدنا في هذا الكون بمنهج ما? ودين اه بمنهج معين. ودين محدد. حتى نسأل عن الامور بعدها صغيرها وكبيرها. او صغيرها وكبيرها. اه. عالم البرزخ. يتساءل الكثيرون وقد وضحنا جزءا كبيرا من هذه القضية في دروسنا ومحاضراتنا وسلسلة احاديثنا عما بعد الموت كثيرا. لكن الاسئلة المطروحة المحددة. رقم واحد. هل يقابل المتوفى الجديد الذين سبقوه? يعني العزيز الذي وريناه الثرى امس. هل التقى باخته وامه وابيه اللذان توفي من اربعين وخمسين سنة? هل الابن الذي توفي الان التقى بامه? هل رأى شيخه الذي علمه خاله وعمه وصديقه? هذا سؤال. ثم كيف يمر الوقت على ساكن البرزخ اذا جز التعبير? اولا امهد للقضية واقول. الله عز وجل اعلمنا في كتابه بدايتنا. تراب ماء صلصار كالفخار حمام حمام مسنون ثم سبحان الله لما صار انسانا او بشرا سوية رب العباد سبحان تعالى نفخ فيه من روحه. طيب يعيش الانسان رتحا من الزمن او قليلا من الزمن او سنوات من العمر تمر على هذا بصغيرها او بكبيرها او هذا يموت طفلا هذا يموت صبيا هذا يموت يافعا هذا يموت شابا هذا يموت شيخا هرما او عجوزا في القادرين. اذا الموت لانه متغاير فيتساءل الانسان. ايه القضية قضية ان الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الموت الذي خلق الموت والحياة. فذكرت السورة الموت قبل الحياة كأنها هي الاصل. لان المدة التي نمكثها في الدنيا بالنسبة للاخرة لا تسوي شيء. يعني اي رقم قلنا على مالة نهاية يسوي صفر. فاعمارنا اصفار ان لم تمتلئ بطاعة الله. اما الظلمين والحاقدين والناقمين والقتل والمجرمين. والذين ليقيمون لله امرا ولا نهيا. ولا يرجون لله وقارا ولا يعملون ولا يضعون الله في حساباتهم. هؤلاء سبحان الله هؤلاء عبء على الانسانية عبء على الكون. الارض في حالة ثورة ضدهم والسماء ووالى اخر كما تعلمون. المهم. انا الان مات الميت. توفي. غسلناه كفلناه صلينا عليه. ابلغناه الى بداية عتبة عالم البرزخ. كما ان كما قال اهل العلم والفضل ان المهندس مهندس البناء يبني بورجا. نفرض عمري سبعين سنة مائة عام ستون عاما. فكل سنة او كل عام من هذه الاعوام تمثل طابقا من الطوابق. واحد مات عنده تمانين سنة مثلا. تخيل انه عبارة عن بورج من ثمانين طابقا. عمارة او بناية من ثمانين طابق. عاش الى مائة عام. عاش ستين عام. ستين او ثمانين او المائة او الاقل او الاكثر. هذه اللي تمثل كل طابق يمثل عاما من عمره. سبحان الله اذا جاء البهندس ليبني المبنى ثم جاء ليهدم او ينقض هذا المبنى هل يبدأ في الهدم من اسفل ام يبدأ من اعلى. يبدأ من اعلى. يعني يهدم اخر ما ركب في هذا المبنى. اخر ما ركب في مبنانا الانساني الروح. فاول ما تسلب تنزع وتسلب الروح. اخر ما وضع. يعني بعد ما نشأت اربعة اشهر في بطل امي. اه نطفة مضغة علقة. سبحان الله ثم بشرا سوية ثم الروح. اي الروح اخر شيء. فالروح تنزع. وبعدين احنا لما المتوفى يتوفى مثلا بالليل. وعايزين ندفنه الصباح. نقول لاهله ايه? لينوا جسمه. حرقوا جسمه. يعني لا لا تتركوها كذا. لان جسمه العميه وده يتخشب يعني يصير كلوحي الخشب. يتصلب. فاليد لازم نحركها. والاذرع ونقلب المتوفى. يعني الى ان نغسله عند الصباح لو تأخر. ليه? عشان جسمه. لا عشان عند التغسيل يعيننا سبحان الله في ثاني جسمي هنا وهناك. سبحان الله. يدخل الى القبر. هذا المتصلب. اول شيء يتوخر الماء. الجسم يبتدي يتحلل. يبتدي عزكم الله يتعفى. لو دخلنا عن المتوفى بعد اسبوع واحد من اا دفنه لما تحملنا سبحانه. هاد هو الانسان. هاد هو الانسان. هاد هي نهايته. سبحان الله. حتى يزول اسمه عند عند الدفن. لانا قولنا ولني الحانوتي او التربي او اللي يلحد يعني اللحاد القبوري اللي يلحد في القبر. اه عندما ينادي يرى نولوني يقول نولوني الامانة. هاتو المرحوم مثلا. اللهم ارحمنا جميعا. اه. هاتو اللي ما يقولش ايه. لو سمحتو. نولوني معالي الوزير. نولوني فخامة الرئيس والسموه الاميري عم ولا سموه ولا زفت الطين. ده هو هاتو المتوفى. ايا كان. ربنا توفانا على الاسلام. هاتو المتوفى. هاتو الامانة. ولزاك يسألو. هما خرجوا بالامانة? خرجوا بالجنازة? خرجوا بالجثة? فين الاسم? الاسم كان مكتسب لمدة. طيب. دخل الى عالم القبور. عالم القبور. وهنا اغلقنا. انتقل المتوفى من نوع من حياه يأكل ويشرب ويسمع ويتحرك ويعمل الى نوع من حياه. لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك ولا يعمل ولكنه يسمع. لا يتكلم ولكنه يسمع. وانه لا يسمع قرع نعالهم وهم يغادرونه. الله يرضى عن عمر بن العاص قال انكثوا عند بعد دفني عند قبري قدر ذبح الجزوري وتوزيع لحمها. يعني الجمل يذبح يسلخ يقطع ينظف اللي يوضح في القطر عايزه ساعة. طيب ليه ابن العاص? ليه سيدنا عمر? قال حتى استأنس بكم حتى اراجع ملائكة ربي. نلاحظها فين? في موقفين. موقف الولد اللي داخل يعمل عملية جراحية. يفضل ماسك في ايد ابوه وامه. وهو على الطرل بتاع العملية ومدخلين الممرضين او الممرضات الى الغرفة. يفضل ماسك الاخر لحظة عايز يستأنس. الولد بتاعه ولا حظانة ولا ابتدائي اول يوم في المدرسة روح مع امه او ابوه. يوضل ماسك في ثوبه. ليه? عايز يستأنس بان حد يعرفه. سبحانه. فهو يريد سيدنا عمر ان يستأنس باخوانه حتى يستطيع ان يراجع ويرد ويكون ثابت على ملائكة الحساب. القبر هنا انقسم الى حالتين. صالح او طالح. الصالح الله عز وجل يقول افتحه له بابا ليرى مقعده من الجنة. فبالضبط امثل هذا بالولد المتفوق اللي طالع الاول او من العشر اوائل على الدولة ومنتظر وراء الكواليث ليكرمه الوزير او رئيس الجامعة او المسؤول. فمنتظر بس ينفلل الستار وينادى على فلان ابن فلان ليفخر امام اهله وابيه وامه واقرانه انه من المتفوقين. فاللحظات دي تمر عليه بطيئة جدا لانه يريد ان يكرم. هكذا المؤمن. يريد لقاء الله. ومن احب لقاء الله. احب الله لقاء. وما احنا ليه كل شوية نفزع الى الصلاة. نفزع الى الصلاة. ارحنا بها يا بلاد. الانسان يجدد لقاءه مع الله. فلا الانسان الصالح. روضا من رياض الجنة منتظر الايه? منتظر التكريم. ففرح. التاني والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلام. محكم عليه بالقتل. بالاعدام. فكل ما يفتح عليه باب زنزانة. يظن انه سوف يؤخذ ليعدم. هكذا الاخر حفرة من حفر النار. روضا من رياض الجنة او حفرة من حفر. سبحان الله العظيم حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم. عودا اخضر. او عودين اخضرين على قبرين. قال اف لك ما يعذبان وما يعذبان في كبير. فا اف لك. فقال عبدالرحمن بن عوف ووجود. الي رسول الله قال لا يا عبدالرحمن. لصاحب هذين القبرين وفي رواية لصاحب هذا القبر قد غلى شملة دون وجه حقها فاشعر الله عليه قبره نارا. اخد شال قطعة كماش دون وجه حق دون استاذان الرسول في المعركة. فالقبر اشتعل عليه نار. واللي اكل حقوق الدول والاراضي والاملاك بتاعة اقاربهم واخواتهم واخوانهم وحقوق الشعوب. انا لا ادري. لازم احد يذكرهم بالله اخوانا. لابد من تذكيرهم بالله. من علامة المنافق انه يكره سيرة الدار الاخرة. يقول ايه يا حول ولا اخوة الا بالله. عمنا مرتلكش عذاب انا بقول لك في حساب. اعمل حسابك في ان في حساب. لان من امن العقومة اسال ادب. فيعذباني وما يعذباني في كبير. ايه يا رسول الله. قال كان احدهما لا يستبرئ من بولة. يعني واحد كده لا يجيد للتطهير مكان البول فوضوءه مبني على باطل فهو باطل صلاته باطلة. ويضل تلاتين اربعين سنة يصلي وهو صلاته تفتقد صحة ايه صحة شروط الصحة وهي طهارة الثوب طهارة البدن طهارة المكان. وكان الاخر يمشي بالنميمة بين الناس. المبطوع الفضائيات. من الاخر يعني. ديال ودعات ورد عليه هات المعارض يشتمك يسبك رد عليه ازاي تتركه دي جماعة ده ده فرقة دي ضلة دي دولة لا اله الا انت. سبحانه. في ايه? ما فيش اخرة. يعني يعني اعطونا وقت مستقطع. اريحونا منكم ساعة يوم. يوم لن نستريح من الغيبة والنميمة. هو يقول لك ده مش نميمة ده مش نقل اخبار. نقل اخبار لايقاع الضرر بين الناس. والبغضاء والضغينة بين الناس. هذا هو النميمة. طيب. يعني العود نفسه بيسبح. فهذه خصيصة لرسول الله. اما تروح تحط بقة وردة على المتعفة. وبقة وردة كبيرة على الجند المجهول. واصلا اساسا هو ما فيش حاجة جوه. ده رمزية الدول بس. رمزية الدول. جند المجهول. قبر الجند المجهول. يعني سبحانه. حتى ان الصالحين كانوا يوصوا ان لا يتبعوا الجنازة بصوت حتى لا تفزع. لا يتبعوها بصوت. يعني سبحانه ضايا العظيم خليها في صمت. طيب السؤال الباقي. هل يلتقي? او تلتقي الارواح? بالسابقين الذين ماتوا وتوفوا قبلهم? نعم. تلتقي. هذا ثابت. هذا ثابت. وايضا ضميمة. لان عذاب القبر وحسابه ثابت. قال ربنا عن قوم آل فرعون. النار يعرضون عليها ودوا وعشئية. مجرد العرض انت تحذيب. يعرض عليه النار. ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يعني يوم القيامة ادي مرحلة اخرى. بالقبر فيه. ويما روضة او حفر. خلاص? يعني تلتقي الارواح نعم? بلى. تلتقي الارواح وخثبت في في امور كثيرة. اللهم سبحان الله العظيم يعني اجمعنا باحبابنا. وانا اقول لكل انسان قد مات عزيز لديه. لو كان مريضا افرح يوم موته قد شفاه الله من مرضه. الامراض المستعصية والصعبة سبحان الله اللي عايش بها سنوات. وامراض الكبر والخرف والعجز والضعف. والهموم والغموم والسجون والاحزان والابتلاءات والاذى والتغريب والطرد وكل هذا انتهى كله مع قبض ملك الموت لروح هذا العبد. فالموت تحفة المؤمن. قال بلاد عندما كان ينازع لزوجته اليوم القى الاحبه محمدا وصحبه. هكذا كانوا مستعدين اللقاء الله. ومن احب رقاء الله احب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله. كره الله لقاءه. فضل نص دقيقة. كيف يمر الوقت على الاهل البرزخ. اهل القبور يعني. شوف عندما يموت العبد يدخل في حزبة اخرى من الزمن. خارج حدود الزمان. وخارج حدود المكان. والتوقيت غير التوقيت. يعني اللي مات من غرق ساعة سيدنا نوح. واللي مات الامس. واللي مات قبل القيام الساعة بيوم. سبحان الله. هذه تمر عليه على المؤمن كما بين العصر والصلاة العصر والمغرب. اما على الاخر. فنسأل الله سبحانه. ان يتوفانا على الاسلام. وان يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم ارحم امواتنا. واشف مرضانا. وافر ذنوبنا. واهدي نفوسنا. وهدء بالنا. واشرح يا رب ونور قلوبنا. واجعلنا ممن يستمعون القول. فاتبعونا احسنا. اللهم ان اردت ببادك فتنة فاقبضنا اليك معافين. غير فاتنين ولا مفتونين. غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. لا تنسون من صالح دعاكم. السلام عليكم. ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة. شكرا